ولتسليط الضوء على مأساة النازحين المستمرة في العراق معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر سكايب الدكتورة فاطمة العاني مرحبا بك معنا دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بداية دكتورة كما تعرفين الحكومة الحالية قررت إعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم المدمرة والتي تسيطر عليها الميليشيات السؤال اليوم عن مدى قانونية الخطوة الحكومية لسيما أنها تعرض حياة النازحين للخطر ولم توفر لهم البيئة المناسبة لحياة كريمة نعم بالتأكيد لا يوجد أي أساس قانوني لما قامت به الحكومة القادمة من إعادة للنازحين فهذه ليست في الحقيقة إعادة طوعية بل هي إعادة قسرية وهو ضد القوانين الدولية وحتى القوانين المحلية حيث أن الأماكن التي يتم إرجاع النازحين إليها لا تتوفر على أبسط الخدمات الأساسية لا يوجد فيها أي أمان مناطق لا زالت تعوج بالألغام الغير متفجرة والعبوات الغير متفجرة الجثث لا زالت متناثرة ولم يتم استخراج جميع الجثث خاصة في محافظة أثنين ولحد الآن وبين فترة والأخرى يتم الإعلان عن العثور على جثث أخرى إضافة إلى ذلك الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق بعد أن أدعوا تحريرها يعيثون في هذه المناطق فسادا لا يوجد أمان من الاعتقال أو من الانتهاكات من الضغوط من الابتزاز وغيرها من أنواع الانتهاكات التي تم توثيق الكثير منها الحكومة الكاظمية كانت فقط تريد أن تبين للرأي العام أنها أوفت بالوعود بعودة نازحين إلى مناطقهم ولكن في الحقيقة كانت تنتهك القانون الدولي بهذه العودة القصرية كل ذلك دكتورة إلى جانب نزع الغطاء القانوني عن النازحين والذي يجعلهم عرضة لأي انتهاكات قد تمارس وترتكب بحقهم كما أنها تحريمهم كما يقول مراقبون من المساعدات المقررة لهم أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد يعني معروف أن النازحين يعانون من صعوبة الحصول وعدم تبكنهم من الحصول على الأوراق الثبوتية ورأينا الكثير من التوثيقات والضغوط التي تمارس على العوائل النازحة من أجل أن تتبرأ من أفراد تعتبرهم الحكومة أنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية وطبعا هذا بالتأكيد يعني هم يعملون بهذه الطريقة على الصق تهم بالكثير من العوائل خاصة وأننا نعرف من الكثير من الذين تم الصق بهم هذه التهم وهم بريئون منها إضافة إلى ذلك يعني الحرمان من هذه الوثاقة أيضا أدى إلى حرمان كثير من العوائل وخاصة الأيتام والأرامل التي أصبحت الآن تمثل شريحة كبيرة في هذه المناطق التي عانت من العمليات العسكرية هؤلاء الأرامل والأيتام يعانون من الجوع يعانون من التشرد الأطفال متسيبون يمارسون الأعمال القاسية من أجل أن يساعدوا عوائلهم النساء كذلك لا يستطيعنا تأمين لقمة العيش لأطفالهم لا يستطيعون إدخالهم إلى المدارس يعني الكثير من المشاكل بالإضافة إلى عدم حصولهم على المساعدات خاصة وأن ذلك يشترط حصولهم على الوثاق من أجل أن يتم تسجيلهم وأن يحصلوا على الرعاية الاجتماعية إذا كانت هناك رعاية سوف تصرف لهم إضافة إلى التعويضات التعويضات التي هي يعني الحقيقة يعني أمر مخزي للغاية الكثير من الملفات يعني نسبة قليلة فقط من الملفات التي تم حسمها وتم تعويض بعضهم نعم طيب دكتور يعني كما تعرفين ويعرف المشاهدون أنه على الرغم من استمرار أزمة النازحين لسنوات عديدة جاءت هذه الخطوة لتكمل مأساتهم السؤال عن إصرار الحكومة أو الحكومات المتعاقبة باعتماد سياسة العقاب الجماعي ضد النازحين لماذا برأيكم؟ يعني من المعروفة الحكومات التي جاءت من بعد الاحتلال الأمريكي العراق توجهاتها الطائفية وقاعدتهم الطائفية والأساس الذي يعتمدون فيه على تسير هذه الدولة التي تسببوا في دمارها هو الطائفية التي اعترفوا بها وعلى رؤوس الأشهاد وأمام وسائل الإعلام وتصريحات المالكي عندما سألوه أن يعرف نفسه أول شيء قاله أنه شيعي والحقيقة هذا كله من أجل أن يستخدموا هذه الدراع من أجل تقسيم العراق وأحداث التفرقة بين أبناء الشعب العراقي الحقيقة هذه الحكومة ليست لديها أي توجهات وطنية توجهات فقط المنافعها الشخصية والبقاء على الكراسي وتحقيق أهداف من جاء بهم إلى كراسي الحكم المنظمات الحقوقية الدولية التي نددت بإغلاق مخيمات النازحين وحرمانهم من الدعم الدولي هل ينتظر موقف دولي جاد تجاه القرار لا سيما أن الاستنكار لم يدفع الحكومة للعدول عن قرارها هل وظيفة هذه المنظمات فقط أن تستنكر وتصدر البيانات أم أن هناك وظائف أخرى يمكن أن تقوم بها في الحقيقة المنظمات الحقوقية التي وثقت ما يتعرض له النازحون أوصلت إلى الرأي العام والدولي ما يحدث من مآسي للنازحين ولكن هناك مثلا دور الأمم المتحدة الذي يعتبر الحقيقة لحد الآن خزي وعار عليها لا نسمع فقط إلا التصريحات والأسف وغيرها وعدم مناشدة الحكومة بأن لا تضغط على النازحين وأن لا تعدهم قصريا إضافة إلى حتى تصريحات الاتحاد الأوروبي مؤخرا ولكن هذا في الحقيقة لم يغير لحد الآن أي شيء على أرض الواقع يعني الحكومة أرجعت النازحين قصريا إلى مناطقهم بقيت فقط مناطق كردستان العراق التي لا تزال هناك مخيمات ولكن في الحقيقة لا ننتظر أن تبقى حتى هذه المخيمات لحد الآن مما يؤكد أن هناك تواطئ دولي من أجل ودعم للحكومة من أجل باستمرار في عملية الانتقام من سكان هذه المناطق فقط لأنهم وقعوا ضحية لعصابات إرهابية شكرا لك الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت معنا عبر سكايب من لندن